السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة وصفات أم هيتم اقتراح اليوم اولا فيديو اليوم اللي كان تحت طلب ديالكم وانا لنحضر معكم بطبوت ليكون ناجح فالطريقة دي البطبوت ره سهلة جدا جدا ومعروفة لكن البعض منكم تشكى ان البطبوت كيجيه قاسح كيجيه مدقص وما كيتنفخش في الطياب فان شاء الله اليوم غدينشارك معكم بعض النصائح ولبعض الطرق لتخلي البطبوت ديالكم ان شاء الله يجيكم خفيف ويرطب مسفج وخاوي من الداخل والنتيجة كيف كتلاحظوا معايا ولا ارواح نحضروا ان شاء الله الفطر ديال الصباح والقوتي ديالاشية فخليكم معا للفيديو ان شاء الله احتل الاخير باش اكتشفوا معنا ان شاء الله جميع مراحل وخطوات نجاح البطبوت فكيف ديما يلعج لكم الفيديو ما تنسوا تخليه في لايك شاركوه مع احبابكم وصحابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي منطور شاء لكم وندودوا الان مباشرة للمقادر وكذلك كيفية التحضير فقد نبدأ معكم مباشرة بالمقادر والطريقة كيف كتعرفوا المقادر ديال البطبوت اولى المكونات رها معروفة هي عبارة عن دقيق ابيض ودقيق القمح انا غادي نستعمل اليوم اولا غادي نعبر بزلافة غادي ناخد هنا جوج عبارة ديال دقيق الابيض دائما كستخدم نوعية ممتازة خاصة بالحلويات ما يعادل 500 جرام وغادي نزيد عليهم عبارة واحد اولا زلافة واحدة ديال دقيق القمح اللي هو الفينو اولا سميد ناعم جدا اولا سبيسيال اولا الدقيق الخاشن فالهات الشيادة كله ان شاء الله غادي نضيف المنح اللي كيبقى على حسب الضوء ملعقة كبيرة ديال السكر اللي ممكن تعوضوها بالعسل هي فقط كتساعد باش انه اللون ديال البطبوت جيكو محمر ومن بعد غادي نضيف الي هات الشيادة كله ملعقة كبيرة ديال الخمير حبيبات اولا خميرة الخبز غادي نمزج النواشف مزيان زيان مع بعضياتهم وعد نبدأ باضافة السوائل ان شاء الله فبالنسبة للسوائل غادي نبدأ بثلاثة ديال ملاعق كبار ديال الزيت نباتية طبعا الزيت نباتية ممكن تعوضوها بزيت الزيتون وغادي نبدأ ان شاء الله نعجن بالمال اللي هو دافي بالنسبة للعجينة فالعجينة غادي تكون ان شاء الله عجينة اللي تكون رطبة مطلوقة شوية لكن ما كتلتسقش في اليدين غادي نبقى انا نضيف هنا الماء بالتدريج حتى نتحصل كيف كتلكم العجينة اللي غادي تكون مطلوقة رطبة ولكن ما كتلتسقش في اليدين بالنسبة للعجين ديال البطبوت فضروري خاصنا ندلكوه دقيقتين احتى ثلاثة ديال الدقائق باش يعطيكم نتيجة اللي هي زوينة فكل ما دلكتوه إن شاء الله وكل ما كانت العجينة كيف كتلكم مطلوقة ولكن ما تلتسقش في اليادينا غدتسقتكم إن شاء الله نتيجة اللي هي زوينة بزف بزف هادو هما أولى النصائح ولا أولى أسرار نجاح البطبط هو العجين ديالو يكون مطلوق بهذا الشكل هدا كيف كتلاحظوه معايا ندلكوه واحد شوية ونخليوه يخمر فبالنسبة لكمية ديال المال اللي يحتاج معي يعني بالعبار اللي عبرت معاكم بهذا دقيق حتى جج جوج ديال زلايف ديال المال اللي هو دفي ديب إن شاء الله غدي ندهليه الوجه ديالو بالزيت النباتية نغطيه بالبلاستيك وغدي نخليه إن شاء الله في مكان اللي هو دفي حتى يختمر يضعف الحجم ديالو وعندرجوع إن شاء الله نشكله فالعجين ديالي هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد مخمر ضعف الحجم ديالو غدي ننزل منه الخميرة بشكل عادي كيف كتشوفوها أنتوما العجينة كيف كتلاحظوها هي عجينة اللي هي مطلوقة ولكن ره ما كتلتسقش في اليدين غدي ندوز ديب إن شاء الله باش غدي نقطعها ونشكلها على شكل كورات بالنسبة لكمية ديال العجين أو للدقيق اللي استخدمت معاكم اليوم فغدي نحاول نقطعها لعشرات ديال الكورات ولا العشرات ديال البطبوطات وبطبيعة الحل الحجم كيرجع لكم فأنا اليوم إن شاء الله غدي ندير بطبوط اللي غدي يكون متوسط في الحجم ماشي كبير بزاف وماشي صغير بزاف غدي نحاول كيف كتشوفو معايا القطع ديال العجين يعني من بعد ما قسمتها بشكل اللي هو متساوي نحاولها كنعطيها الشكل اللي هو دائري أو لا كوروي بالنسبة لكم إلا ما عطوش يعني تديرو هاد طريقة يعني للمبتدئات طبعا أنا كاهضر مع المبتدئات فأمل أول العجين ديالكم قطعوه كورات كما كان قطعوه عادة العجين ديال المسمن من بعد ما شكلت الكورات ديالي كاملين كيف شتو خديت هنا شوية ديال الفينو أولا هو دقيق القمح اللي ممكن كدليك تعوضو حتى بالدقيق الأبيض وتبقى ودوزو الوجه ديال الكورات في السميد أولا في الدقيق بهات الشكل هادا كمية اللي هي قليلة طبعا بلا ما نحتاجون كتر الدقيق فكيف كنت لكم هنا كندوز الوجه ديالهم ونحاول ما ندخلش دقيق في وسط الكورات ديال العجين باش البط بط ديالي كدليك من بعد يجيني يعني يجيني خفيف وما يجينيش من دقصي إن شاء الله فقد نستمر بهات الشكل هادا أولا بهات العملية هادا كاللولب كيف كان قولوا كاللولب هالكورات ديال العجين كاملين في الدقيق وعندرجو إن شاء الله باش نقرسوهم فمن بعد ما كنكملت شكيل ديال الكورات غاديرجو إن شاء الله باش نقرسوهم هنا إلا كان عندكم الوقت فخليوا الكورات ديالكم هاكا مغطين بتوب اللي هو نطيف أربعة حتى الخمسات ديال الدقائق باش كيرتاحوا معكم الكورات كيتلقوا وكيعونوكم في التقرس فأنا هنا يعني كقرسهم مباشرة ولا حاولت أنا نقرسهم مباشرة لأني مزروبة فيهم فهذا البط بوط هادا باش نعطيكم تقائي جبيرة لنتعجنتو في الصباح ويعني كنوجدو للمباشرة فمزروبة في كيب كتليكم كان حاول هكا نقرسو ولا يعني عندكم الوقت خليوها كيرتاح شوية باش يتلقوا معكم هاد الكورات ويعاونوكم في التقرس فهنا بالنسبة للعجين النصيحة التانية اللي نقدر نعطيكم بالنسبة للبط بوط وأنكم تقرسوه بصوم كلي غاد يكون إن شاء الله متوسط ما يكونش غلط بزاف وما يكونش كذلك رقيق بزاف فالعجين إلا كان غلط بزاف ما غاديرش يتنفخ معكم في المقلات وما غاديرش يتفرق معكم وإلا كان رقيق بزاف كيب كنقولو غاد ي يجيكم غير مجلف يعني ما فيش للبابة نهائيا لا كتيرة ولا قليلة نكمل أنا التقرس ديالهم كيف كتليكم بصومك اللي هو متوسط كيف كتشوفوا معايا يعني هذا والصومك اللي كان دير فيهم وكان وضعهم فقطو باللي هو نضيف نغطيهم إن شاء الله نخليهم حتى غضي يخمروا للمرة التانية ويطاعف الحجم ديالهم ونرجوع إن شاء الله باش نطيبوهم العجين دياللي من بعد ما كيخمر للمرة التانية فكنوضعوه مباشرة في مقلات اللي تكون سخونة وكنقلبوه مباشرة نصيحة يعني التاليسة كنظن مباشرة يعني البطبوط مني كنوضعوه في المقلات اللي كتكون سخونة كل كيتماسك وكنقلبوه مباشرة وكنستمرو في التقليب دياله على كلتا الجهتين هنا البطبوط كيف كتلاحظوه رهت ما شاء الله كيتنفخ كيتفرق فحاولوها كنضغطو عليه بشي حاجة اللي هي تقيلة أولا غير بالملعقة نحاولو نتقلوه باش الطياب كيجيني متساوي كيف كتشوفوه من الجهات كاملين كيجيني محمر وأكتر من رائع فنعاود معاكم المقلات دائما غير كنوضع فيها العجينة عفوان أولا البطبوط غير كتتماسك وكنقلبها مباشرة كيف كتلاحظو كنحاولها كنبقى ندور فيها بشي طيابي جيني متساوي من كيلة الجهات ونحاول نضغط عليها بشي حاجة تقيلة اولا غير بالملعقة بوحدها ويعني بشي طيب من كيلة الجهتين اولا من الجهات اللي هما كاملين وجيني طياب واحد ومحمرة كاملة فمن أسرار النجاح المهمة ديال البطبوط هو أنكم مطيبوش في المقلة التقيلة الخاصة بالحرشة واللي كنديرو فيها المسمن نحاولو ما أمكان طيبوه في مقلة اللي تكون عندكم خفيفة بهذا الشكل هذا فهي من أسرار النجاح المهمة ديال البطبوط غادي تعطيكم نتيجة لية كتيرة فالمقلة التقيلة يعني الاسم ديالها كافي مقلة تقيلة كيكون طيب ديالها تقيل كي ياخد العجين ديالنا وقت لهو أطول فوق النار فكيجيكم ناشف ما كيتنفخش معكم غالبا فهدي النصيحة المهمة إن شاء الله للطياب البطبوط هو أنكم طيبوه في مقلة اللي تكون خفيفة ما تكونش تقيلة وتبقوا وتقلبوا فيه من كل تا الجهتين باش كيتنفخ لكم زيان وكيتفرق إن شاء الله تجربوه وينجح معكم نص الميادي العجين كاملة اللي عندي وتشوفوها معايا فهنتما كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما كنبقى نطيب البطبوط وكيف شتو مباشرة كان وضعوه في المقلات كان قلبوه كان بقى ندور فيه باش كيجي الطياب واحد كيف كتشوفو يعني كيجي البطبوط محمر من الجهات كاملين وطيبو يعني واخد حقوه في الطياب بالنسبة لدرجة الطياب كيف كنقول دائما أنك يعجبوني المخبوزات ليكونوا طيبين مزيان واخدين حقوهم في الطياب وانتما بطبيعة الحال درجة ديال الطياب كيرجع لكم فيها الاختيار فنعاود نأكد على النصائح اللي تقدروا تعتمدوها باش ينجح معكم الوطبوط العجين دياله يكون مطلوق شوية لكن ما كيلتسقش في اليدين دلكوه يعني واحد المدلة بأس بها باش يعطيكم كذلك العجين بالنسبة لصمك ديال البطبوط يكون متوسط ما يكونش غليط بزاف وما كذلك ما يكونش رقيق بزاف والطياب لي هو اهم حاجة هو انكم طيبوه في المقلة يعني تكون خفيفة ماشي المقلة تقيلة اللي كنديرو فيها الحرشة والمسمن نتيجة كيف كتلاحظوا معايا امامكم والاروح بطبوط اللي كيجي ان شاء الله مفروق كيجي مسفج واكتر من رائع فعلا فعلا كيجي خفيف بزاف بزاف وغضينا الاعجاب ديالكم الى عجبتكم الوصفة ديال اليوم كيف دي ما ما تنساوش تخليوا لي لايك لهذا الفيديو الى عجبتكم كذلك بارتاجه هام احبابكم سحبكم وفي مواقعكم التواصلية الى كنتوا من الناس اللي اول مرة كيشاهدوا القناة وعجبكم المحتوى فكندعوكم للاشتراك فالقناة بالضغط على زل الشرك او لا ابوني الاحمر الموجود اسفل الفيديو فعلوا دائما جرس التنبيهات باش توصلوا بجديد الفيديوهات بالنسبة للناس اللي ما كيوصلوهمش اشعارات القناة فلغوا الاشتراك وعودوش تشاركو من جديد مع تفعيل الجرس دائما بهذا كنكون وصلت نهاية فيديو اليوم او لوصفة اليوم مع وصفة اخرى ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة